وبشأن معادلات التضخم أكد مدمولي أن نسبة التضخم التي تشهدها مصر هي نفسها قبل الجائحة وأضف مدمولي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل غير مسبوك على الصعيد العالمي مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر الوقود في مصر ببلغت تسعة وسبعة من عشرة في المائة مقابل أربعة وخمسين في المائة على الصعيد العالمي في موجة تضخم عالمي حصلت العالم كله بيتكلم على نسب تضخم يعني دول زي الدول العالم المتقدم اللي هو كان التضخم فيها لا يتجاوز الواحد في المائة النهاردة بيتكلمه في خمسة ونص متوسط تضخم على مستوى العالم المتقدم والعالم بصفة عامة الولايات المتحدة الأمريكية التضخم موصل سبعة ونصف في المائة أعلى نسبة تضخم تشهدها أمريكا من أربعين سنة احنا النهاردة مع الأرقام اللي أعلنها الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصر اللي هي 8% احنا بنعارفين ان احنا كنا مصر جزء لا يتجزأ من العالم ولكن هذه النسبة ببساطة شديدة احنا رجعنا لنفس نسبة التضخم اللي كانت موجودة قبل كورونا ودي ماشية مع مستهدفاتنا اللي احنا كنا عارفين ان مع التقدم والتنمية ونمو الاقتصاد وتحقيق نسب نمو طبيعي جدا كل الاقتصاديين عارفين انه بيتواكب معه زيادات طفيفة وده اللي احنا دايما بنأمله ان احنا بيبقى يحصل معه زيادات طفيفة في التضخم اشتركوا في القناة